نبدأ في الحديث في الوحدة الخامسة بعنوان الشركات التجارية وحينما نريد التحدث عن الشركات التجارية نبدأ بتعريف الشركات التجارية وأهمية الشركات التجارية ولمحة تاريخية عن الشركات التجارية فنبدأ أولا بتعريف الشركة الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشع عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة أما بالنسبة لأهمية الشركات التجارية فتظهر أهمية الشركات التجارية في أن الشخص بمفرده قد لا يستطيع القيام بجميع الأعباء التي تتطلبها منه تجارته فأحيانا يوجد أشخاص لديهم المال ولكن ليس لديهم الفكرة وفي المقابل يوجد أشخاص آخرون يوجد لديهم أفكار لكن ليس لديهم رأس المال الذي ينفزون به هذه الأفكار وأحيانا أخرى لا يستطيع مجهود الشخص بمفرده بأن يقوم بأعباء أعماله التجارية بمفرده لذلك يحتاج لتضافر جهود أخرى إلى مجهوداته حتى يستطيع أن يقوم بأعباء الوظيفة التجارية ومع التطور الاقتصاد الحديث أصبح استغلال رؤوس الأموال في مشروعات تجارية ومالية وصناعية كبيرة من خلال نظام الشركات يحقق للمجتمع مصالح غاية في الأهمية من النواحي المالية والقانونية والضريبية ولقد نشأت أول شركات المساهمة في أوروبا في القرن السادس عشر حيث أنشأت تجار الإنجليز أول شركة مساهمة للإتجار مع البلاد الروسية ثم أعقبها إنشاء شركات مساهمة إنجليزية ضخمة كشركة الهند الشرقية لاحتقار التجارة في الهند ثم ظهرت الحاجة ملحة بعد ذلك حيث أمكن عن طريقها جمع قبض كبير من الأموال والسماح لعدد كبير من المداخرين باستثمار مدخراطين في مشروعات ضخمة على أن تقتصر مسؤوليتهم على مقدار ما ساهموا به من أموال ثم ظهرت شركة التوصية بالأسهم وأوجدها المشرع الفرنسي استجابة للمشروعات المتوسطة ثم أعقبها بعد ذلك الشركات المسؤولية المحدودة وبنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أي مع الصورة الصناعية والاكتشافات العلمية الحديثة تجهت التشريعات إلى التدخل في تنظيم الشركات أما بالنسبة للشركات في الشريعة الإسلامية فنذكر منها شركات شركة الملك وشركة العقد ومن أمثلة شركات العقد شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأعمال أو الأبدان وشركة المفاوضة